قال رحمه الله بصنة كون ناشي أمام الجنازة والراكد خلفها والقرب منها أطلق طبعا الجنازة هناك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه كان هناك من يمشي أمام الجنازة هناك من يمشي معها هناك من يمشي عن يمينها عن يسارها من خلفها كله جائز لكن السنة أن تمشي مع الجنازة أما النساء فيمنعنا من اتباع الجناز كما قالت نهينا عن اتباع الجناز لكن الرجال يتبعون الجنازة ويجوز لك أن تمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها كل هذا جائز بالنسبة للمشي مع الجنازة لكن قال الراكب يمشي خلفها لماذا حتى لا يثير الغبار عليهم خاصة أن تتكلم عن الراكب على فرس مثلا أو على حمار فيثير الغبار على الناس سيارات نفس الشيء إذا أثارت الغبار على الناس آذتهم فلذلك يفضل أن الراكب يكون خلف الجنازة والماشي ما في مانع أن يمشي أمام الجنازة نعم وكلما قرب الإنسان من الجنازة كلما كان أفضل خاصة إذا أمكنه أن يكون من من يحمل هذه الجنازة طيب لكن ليس من وضع اليد فقط في لمس الجنازة لا أحمل وهي باب التعاون على البري والتقوى نعم ترجمة نانسي قنقر